أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمال الحالات المسجلة في البلاد إلى 1751 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية وقال السند في البيان الصحفي اليوم إن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض بلغ عددها 83 حالة واحدة منها لمواطن كويتي و64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وست حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وخمس حالات لمقيمين من الجنسية المصرية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية وحالتان لمقيمين من الجنسية النيبالية وحالة لمقيمين من كل من الجنسية الأمريكية والجنسية اليمنية أما الحالات قيد التقصي الوبائي فقد تم تسجيل عشرة حالات منها حالتان لمواطنين كويتيين وحالتان لمقيمين من الجنسية الأردنية وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية وحالة لمقيمين من كل من الجنسية العمانية والمصرية والأفغانية والسورية